في اليوم العالمي للمعلم دور كبير في بناء الأجيال وتحدي جديد مع خطة الجمهورية الجديدة عشان تأهل جيل واعي ويقدر يواكب التقدم يوم مهم جدا بنقدم فيه كل التحية لأسازتنا في كافة مراحل التعليم زي ما تكلمنا مع حضراتكم في بداية الحلقة النهاردة لاحتفال باليوم العالمي للمعلم الفقرة دي هنتكلم أكتر على ما يقدم للمعلم المصري والدور اللي بيقوم بيه المعلمين والمدرسين في بناء أجيال جديدة منورنا ومشرفنا في الستوديو الأستاذ الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجماعة عين شمس صباح الخير صباح الخير لكم محمد أهلا وصف كل سنة حركة طيب أنت طيبين جميعا ومصر بخير يعني أنا سعيد جدا أن بعيش عصر رئيس السليسي بجد 25 ألف متعلم في التعليم الخابل الجامعي حوالي 25 مليون متعلم في التعليم الخابل الجامعي 4 مليون تقريبا متعلم في التعليم الجامعي فيه زخم في الجامعات وفي المدارس فيه تطوير جديد فيه رؤية جديدة سيد الرئيس أما دعا إلى الجمهورية الجديدة دعا إلى بناء إنسان جديد لمجتمع جديد إنسان يفكر يفسر يفضي رأيه يحتلم ثقافة الشعوب له رأي وله رؤية كل ده منوط بيوش من المتعلمين المصريين هم وقفون على خطوط الإنتاج البشري أصحاب المغارم للمغانم القادرين على تشكيل هذا الإنسان للمجتمع الجديد وللجمهورية الجديدة جميل ثور حسن في البداية سبب اختيار يوم خمسة أكتوبر من كل عام يوم للاحتفال بالمعلم على المستوى العام الحياة طبعا أنا ما أتذكرش البناسبة لكن أتذكر أن المعلم هو الأساس في التطوير والمعلم هو الأساس في تشكيل العقلية وتشكيل الوجدان يعني نصر أكتوبر نحن بنقشه له سببه ومعلم جديد قادر على أنه يشكل إنسان ينتمي إنسان له تفكير غير تقليدي يعني ما حدث نصر أكتوبر ده تفكير غير تقليدي بل يابد أن المعلم ليس القضية نقل المعرفة ولكن أنه القضية نقل المعرفة وإبداء الرأي والتفسير والتعليم الانتقال من ثقافة الإيداع إلى ثقافة الإبداع ولذلك يمكن إحنا من إيش طبعا في العصر الجديد بنجد بنك المعرفة أوضا عن الكتب المدرسية وده فيه تنوى وفيه تعددية لأن القراءة الكمبيوترية غير القراءة الورقية ده كله بيفرض على المعلمين أنهما النمو المهني اللي هما حاشوه في كليات التربية في الدائرة الثقافية والدائرة الأكاديمية والدائرة المهنية استطاعوا أنهما يطوروا أنفسهم أيضا لأن بنك المعرفة فيه زاد جديد وفكري جديد بيطور المتعلم ويطور المعلم وبيسمح للمعلمين والمتعلمين بالدخول إلى هذا البنك المعرفة بكفاءة واختدار طيب دكتور لما بنيجي نقول أن الجمهورية جديدة فيها مكان للمعلمين محترم وواخد مكانته والمعلم فيه هو كمان مش بس بيتم تقديره ماديا أو المحاولة لإنعاشه ماديا أكتر من كده بكتير ولكن مهاراته الاستثمار في مهارات البشر ده واحد من أهم الحاجات القائمة عليها فكرة الجمهورية الجديدة الاستثمار في مهارات المعلمين إيه اللي بيقدم للمعلم في الفترة دي بحيث أنه يقدرين الخبراته اللي بيتعلمها للطلاب الحياة طبعا مشروع المعلمون أولا الوضع هو دكتور طارق شوقي وزير التعليم الأسبق واللي بيواصل هذا الجهد الوزير الجديد دكتور محمد عبداللطيف بكفاءة واختدار لأنه جاء من الميدان ونزل إلى الميدان ولم يجلس الدوان بنجد كسافة تصول انخفضت بنجد هيكلة للمواد الدراسية قللت العبء المعرفي على الطلاب أدى إلى انخفاض الدروس الخصوصية أدى إلى القضاء تأريدا على معظم الكتب الخارجية هيكلة هذه المواد أدت إلى العبء المعرفي المتعلم بقى بسيط بيطقن المهارات والقدرات الخادرة على تواصل مع التعليم الجامعي ده كله بيفرض على المعلم استراتيجات جديدة ويمكن التجوال الوزير الجديد في المدارس في أنحاء مصر المعمورة والتخاو مع المعلمين وتدريق ويعني اعتبار أن المدرسة مدير وأن المدرسة مدير بالمعلمين فكانها وحدة عسكرية قائمة على بناء هذا الإنسان الإنسان منضبط الإنسان ليه فكر الإنسان المفكر الإنسان المشارك الإنسان اللي عنده قدرة على احترام الآخر وقبول الآخر هو ده الفكر الجديد يمكن إحنا في كليات التربية في الجامعات المصرية حوالي 27 كلية تربية زاد باقي كليات التربية تصل إلى 65 كلية التربية النوعية والتربية الموسيقية والتربية الفنية هؤلاء المعلمون بكفة مجالاتهم سواء في الجانب المعرفي أو الجانب الوجداني أو الجانب المهاري بيشكلوا هذا الإنسان الجديد هذا الإنسان الجديد لابد أن يكون المعلم فيه بقى حساس إضافية بأجر فيه يعني الخضية مش خضية أننا يعني رفع مرتبات المعلمين الآن ولكن الإدارة بالأهداف قابلة للتحقيق بحيث أن المعلم مستوية النجاح ونسبة النجاح في المدرسة بتؤهله أنه يأخذ مكافأة تلاسب هذا الجهد المفزول في هذه قلة عدد الحصص أو تقليل عدد الحصص يؤدي إلى زيادة كفاءة المعلم كثابة الفصول المتقل يؤدي إلى قدرة المعلم على التفاعل مع المتعلمين كل دي يعني بالإضافة يعني فيه مزايا تدريبية أو دمو مهني للمعلمين هنتكلم عن هذه الجوانب دكتور حسن لكن في قلب هذا الموضوع فكرة المناهج الدراسية وحضرتك أستاذ متخصص في المناهج الفلسفة الجديدة لهذه المناهج لأنه مهم جدا زي ما حضرتك أشرت منذ قليل الانتقال من ثقافة الإيداع إلى الإبداع من نقل المعرفة إلى نقل المعرفة وما يعرف به تشكيل العقل النقدي أنه الطالب أنا هنا بكون شخصية قادرة أنها تقول رأيها وتنقض وأنها تقدم طرح جديد مختلف ومبتكر إزاي دا بينعكس في القيم اللي احنا بنقدمها في المناهج الدراسية في أكليات التربية المختلفة إزاي بقى فيه هذه المناهج تتضمن القيم الخاصة بالتفكير النقدي وبناء شخصية مختلفة الحالة تبقى أنا لا أزيل استرى عندما أقول أن الدكتور محمد عبداللطيف بصدد إنشاء مقرر جديد في الأخلاق الوطنية وفي القيم الوطنية بينمي الوعي الوطني وبينمي الشعور الوطني وبينمي الطلبة بيعرفوا تاريخ أمتهم التاريخ ذاكرت الأمة بيستطيعون من خلاله أنهم يقفوا على مواطن النور للمصريين في حروبهم المستمرة في موقفهم من الدول العربية فهذا المقرر اللي بيجمع بين مش عاوز أقول الدين الإسلامي والمسيحي ولكن الكتب الدينية موجودة بالإضافة لهذا الكتاب إن شاء الله يهزل قريبا في بناء الإنسان من خلال الأخلاق الوطنية والقيم الوطنية وبينوه بالشهداء وبالأبطال وبالبطولات اللي قامت بها مصر هنا بها دور المعلم أنه هو لابد عنده القراءة الموسعة وليست القراءة المكسفة القراءة الموسعة أنه يتجاوز الكتاب ويتجاوز المادة التعليمية إلى توسيع وتعميق المواد التعليمية دي بقراءات أخرى يضفها للمتعلمين أنه ينقل المتعلمين إلى القراءة الكمبيوترية ليست القراءة الورقية فبيبتدي أعرف أكثر من رأي وأكثر لأن الكتاب من رأسي رأي واحد وفكر واحد لكن البنك المعرفة فيه تعدد وتنوع فيه الأعراء والأفكار ده بيساعده على امتبني وجهة نظر على أنه يبقى عنده قدرة على القبول والرفض والتعليل وإبداء الرأي والتفسير وقدرته على أنه ينتمي لانتماع الوطني قدرته على أنه يتقمي شاري في هذا المجتمع دي قيم مهمة جدا في المرحلة اللي احنا بنائشها الآن خطط الجمهورية الجديدة في تعزيز دور المعلم في أنه ينقل ينقل المعرفة ويناقش ويحاور ويعزز قيم زي الهوية دعم الهوية دعم الانتماء دعم يعني دي حاجات أعتقد شديدة الأهمية في هذه المرحلة اللي العالم فيها كله مفتوح على بعضه طبعا هو زي ما حضرتك وقالتي يعني هو المفروض يعني أما الطلبة بيجدوا التعليم والملهج ليس هو ما يقدم داخل حجرة الدراسة الملهج بيتسح اتسال حياة بيجد أنشطة خارج الفصل بيجد زيارات لبانوراما حرب أكتوبر بيجد زيارات للمتاحف في كل ومصر طبعا هتفتتح قريبا المتاحف الكبير اللي هو بيضم تراث مصري وتراث إسلامي وتراث خبتي كبير في العالم كله بيشير إلى إن إحنا عندنا خضار سبعة تلاف سنة كل دي يعني أنا عايز أقولي إن المنهج عشان أولياء الأمور يعرفوا إن الأنشطة التعليمية والزيارات الميدانية واللقاءات خارج المدرسة والرحلات خارج المدرسة ده جزء من المنهج ده بيثبت المعلومات وينمي المعلومات ويزود المعلومات ويصبح المتعلم ينتقل من قضية إنه هو يحفظ ليسترجع المعلومات في ورقة الامتحان إلى أنه يعيش ويمارس ولذلك فيه أوبن دي في كل مدرسة هذا اليوم المفتوح بينتقل فيه الأباء وأولياء الأمور المناسبات الوطنية والمناسبات القومية والمناسبات الدينية إسلامية ومسيحية بيجهد طلاب بزخم في لقاءات حتى وسائل الإعلام بتعتبر جزء مهم من المنهج المدرسي لأنها يعني تعليم خارج الإطار النظامي لكنه بيضيف إلى هذه المناهج وينمي هذه المناهج مناهجنا جديدة مناهجنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب بوضوح جدا وضع المناهج المصرية في إطار المنافسة العالمية لصناعة إنسان جديد للجمهورية الجديدة كل ده أدى إلى حتى لو سنتك بسط للتعليم الجامعي والزخم فيه عندنا الجامعات الخاصة والجامعات الأجنبية والجامعات الدولية والجامعات التكنولوجية وروافر الجامعات العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة بتجد إن فيه تنوى وتعدد والتنوى والتعدد ده مصدر صراء لبناء إنسان متعدد المهارات متعدد القدرات قادر على المشاركة بفعالية في مجتمع بيتقدم بسرعة إن شاء الله كنا دايما بنشوف انتقادات دكتور حسن لفكرة التعليم التلقيني أو تعليم الحفظ وده خلاص بقى من الماضي يعني أصبح دلوقتي الاعتماد على الإبداع والابتكار والاطلاع على مصادر مختلفة للمادة التعليمية سؤالي لحضرتك المعلم هنا إزاي أكسبوا مهارات جديدة تطوير مهني خاص فيه بعثات بنشوفها للخارج فيه التقاء كمان مع دورات يعني تعليمية بتحصل بشكل مستمر عشان أطور من المهارات الخاصة للمعلم خاصة إحنا بنتكلم دلوقتي على تطور أو عالم الذكاء الاصطناعي كل يوم فيه ما هو جديد التكنولوجيا بقت عنصر مهم جدا في العملية التعليمية يعني فكرة الكتاب الورقي أو حتى التعليم من أعلى إلى أسفل بقى فيه تعليم حواري الطلبة بيعودوا مع المدرس الأشكال والألماط الجديدة والتكنولوجيا إزاي ممكن أكسب هذه المهارات للمعلم وهو يقدم مادة تدرسية ومنهج تدريس جديد للطلبة الحياة طبعا توجه وزارة التربية والتعليم في اعتبار نواتج التعلم اللي هو التفسير والتعليل وإبداء الرأي والنقاش وأعمال العقل وأعمال الخيال كل يدي نواتج تعلم دي أما بتضع الامتحان بتاع السنوات العامة والصفوف الأدنى في هذه النواتج بيضطر المعلم أنه هو يغير من سلوكه التدريسي ومن خبراته التزداد بأنه هو يبتدي يهتم بهذه المهارات هذه المهارات ليمكن أن تقدم أو نواتج التعلم تقدم بطريقة تلقينية لابد من طريقة حوارية والنشاط وإبداء الرأي التكنولوجيا التعليم زي مثلت قلت الجامعات بتاعتنا بقت من الجيل الرابع موجود فيها التكنولوجيا المتقدمة في كل مناحة التعليم والطلاب الآن بيتعلموا عن طريق الفيديوهات وعن طريق التواصل بين الأسدزة وبين الطلاب عن طريق المشينز والقدرات الذكاء للصناعية وغيره بنجد أن احنا أيضا في التعليم في دعم للمدارس بتكنولوجيا متقدمة لابد بقى الدولة مش لوحدها تبقى قادرة على أنها تبني 25 مليون متعلم التعليم قضية مجتمع وليس قضية وزير أو وزارة يبقى معنى ذلك أن الرجال الأعمال الشرفاء وما أكثرهم في مصر هم قادرون على رفض المدارس المصرية وإثراء المدارس المصرية بالتكنولوجيا المتقدمة لأن التكنولوجيا أصبحت أساس إمكانات الموبايل بيستطيع الطالب أنه يتعلم من خلال إمكانات الموبايل المتعددة ومن خلال الكمبيوتر بيستطيع أنه يتعرف ويتشاتى معه ويتواصل مع غيره من الشباب في دول أخرى بيستطيع أنه يزيد من قدرات ومن تفكيره ومن احترامه للآخر وقبوله للآخر وده الهدف الأسمى اللي احنا بنسعى إلى تحقيقه أكيد كل شكرا لك الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجمعة عين شمس نورتانا شكرا لنوجود حرك معنا نورتانا دكتور حسن شرفتان يا فن نورتانا دكتور حسن شكرا لنشارك